الحمد لله الذي يواصل إحسانه ويوالي امتنانه وصلى الله وسلم على عبده الذي أنزل عليه قرآنه وأوحى إليه بيانه وجعله سيد أهل الحمل للأمانة اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي دعانا بإذنك إليك فوصلت بفضلك آثار دعوته إلى القلوب فأقبلت عليك ووقفت متذلل بين يديك حداها منك حاد التوفيق فحضرت تشارك أهل مجالس الوجه إليك والتذلل بين يديك والتعرض لنفحاتك وأهل الامتثال لأمرك وأهل الاتباع لنبيك وهذا جزء وسنف ومجال من شرح الصدور للإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فلا يرى أن شيء أليق به من الإسلام ولا أعظم عند من الإسلام ولا خير له من الإسلام ولا أبرك عليه من الإسلام ولا أرفع لدرجته من الإسلام ولا أجلب للسعادة له في الدارين من الإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه أمدك بنور الإسلام وأمدك بالتوفيق وعطاك العافية وحضرت تستمطر الرحمة وترجو اتصالا بأرباب الصدق مع الحق من أهل الهمة مقتديا بالأثار متبعا لخير البشر اللهم أتمم علينا وعليهم النعمة تمام النعمة سراية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فينشرح الصدر بنور الإسلام فيقتفي ويتبع بحسن اتمام لأكرم إمام خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام وقدوة به مفخرتنا وشرفنا وعزتنا وحقيقة كرامتنا عند مولانا جل جلاله وتعالى لعلاه فهو المقتدل مرتضى من قبل الله والمحبوب لنا أن نقتدي به من قبل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فما انتشار آثار القدوة به في كل خلة تعلق بنا أو نتصف بها من مختلف الأوصاف وما مقدار الاقتدابه فيما يدور ويجري في ديارنا وبيوتنا في أيامنا وليالينا وعند مناسباتنا وعند قدوم القادم علينا وفي ضيافاتنا وفيما يطرى لنا في المجتمع والأسر ما مقدار هذه القدوة أيسرق علينا أزمام الشرف بالاتصال التام بخير الأنام لنستبدل في شيء من شؤون حياتنا قدوة بمن يخالفه قدوة بمن يخرج عن سنته هذه الظلمة هذه الظلمة هذا الحجاب هذا الانقطاع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وما الفتن في المحيى والممات ولا العذاب الأليم في الآخرة إلا لمن خالف هذا النبي إلا لمن خرج عن درب هذا النبي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فهل يعفيه عن هذه الندامة الشديدة الصعبة أنه كان يدعى رئيس دولة عظمة هل يعفيه عن هذه الندامة الشديدة الصعبة أنه كان مليونير في العالم الدنياوي هل يعفيه عن هذه الندامة الشديدة الصعبة والحسرة الكبيرة المرة أنه كان يثنى عليه في القنوات أو يذكر في المجلات أو كان عنده ما سموه من عماراتهم الأرضية بناطحات السحاب هل يعفيه عن هذه الندامة والعياذ بالله تعالى لو تسوى يودون لو تسوى بهم الأرض يمسخون يستوون مع الأرض لا وجود لهم ذلة العدم التي ما بعدها ذلة يتمنونها وما عاد شيء خسوى أذل من العدم وهم يتمنون في تلك الساعة لما ظهرت الحقائق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عمروا أعماركم بصدق الاتصال بذي الجلال وصدق الإقبال عليه في كل حال وتفقدوا ما فيكم من صفات وخلال حتى تشابه المقتدأ ومن بهده اهتدأ فإن أقربكم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون فإن الخلق الكريم خلقه وعلى قدر ما يستقر فيك من الخلق الكريم تتصل به وتقرب منه دنيا ويوم القيامة اللهم خلقنا بأخلاقه اللهم أدبنا بأدابه وارفعنا شرور أخلاق أعدائه التي داهمت ديارنا وداهمت رجالنا ونساءنا وأخذت بعقول كثير من شبابنا والناشئة منا اللهم خلصنا من هذا البلأ ومن هذا الفساد ومن هذا الانحراف وأقم بيننا القدوة لا نرضى أن نخالفه في قول ولا فعل فاتبعوني يحبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأين ترفع مستويات القدوة بهذا الحبيب أين ترفع في بيوت أتباعه أنت من أتباعه في بيتك لما لا ترفعها في بيتك لما لا ترفعها في بيتك لما لا ترفعها في بيتك تفقد ما في بيتك أقوال أفعال أزياء أزياء معاملات تفقدها لما لا ترفع لواء القدوة بهذا الحبيب أين يستجلى معاني الإقتداء به نذهب لمن كذبه أو لمن كفر به فيكم يا معشر من آمن به فيكم أنتم معل رفع رايات الإقتداء ارفعها ما لك تغفل عنها يسقط اللواء وسط بيتك لواء الإقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي من آثارها سمئنا عن معاني الحياء الذي كان موروث من عهده حتى والناس كانوا قريب عهد بجاهلية وشرك وكفر يقولون عندما يريدون تمثيل صفة الحياء في سيد الأنبياء كان أشد حياء من العذر رائي في خدرها فانظروا إيش الذي حصل في عذار المسلمين اليوم انظروا خدورهم عدها دي وخرج منها ويليت الأمر وقف عند هذا العاد لا قبل مئات السنين ولا قبل القرون خيط الاتصال بالإقتداء والإهداء والإهتداء شاهدناه بأعيننا وأدركناه في أول عمارنا في هذه البلد وكنا نعرف ديار وبيوت إذا احتاجوا لنقل أحد من بناتهم في أيام يكون انعذارة إلى بيت آخر لمناسبة في عيد أو غير عند جدتها أو عند عمة أبيها أو عند خالتها يبحثون عن ساعة في الليل يخرجون بها لأنها لا تخرج في النهار أبدا واخرجونهم في ساعة من الليل وكان ساعات الليل في البلد هذه من أجل راية الإهتداء مرفوعة بعد المغرب بقليل الشوارع فاضية لا أحد في الشوارع لا أحد في الشوارع ما هو في القرن الذي مضى في عمرنا القصير هذا لا أحد في الشوارع معك بنت بتوصلها أو معك حاجة ما تريد يراها الناس امش في بعض المغرب ما أحد في البلد لأننا ما بين مسجد وداء النساء والمعذورين من المرضى والكوكبار وغيرهم في الديار وأهل القدرة في المساجد جالسين معتكفين في المساجد فتخلب شوارع البلدة هكذا كان المستوى إلى هذا الوقت فما الذي طرى ما الذي حصل كان بعض الذين يحبون أن يشيع الفساد بين المسلمين ممن قال الله عنهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة أرسلوا في تلك الحقبة بعض النساء التي قد سممت باستحسان القبيح وزين لها ما هو خبيث من التبرج ومن خدمة خطة الذين يريدون أن تميلوا ميلا عظيمة وجاءت إلى الوادي فصاحت ورجعت تصيح تقول لهم عذاراهم ما قدرت أنا وأنا مرأة أن أشوف شيء من أوصافهم ولا من محاسينهم كيف هي وحدثوني وحدثوني تقول لهم أن أقاربهم لا يعرف كيف حيئة شعرهم ولا كيف حالتهم الداخلية أقاربهم من النساء مثلهم هل جاء هذا من فراق أو جاء من تعنت أو جاء من مبالغة وتشدد بل جاء من بلوغ كمال جاء من نور متلال جاء من سمو واختيار جاء من قوة رابطة بالمختار أشد حياء من العذرى في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء من هذا الباب رجع التصيح وتقول أهل البلاد هذه بغوا منكم سنين طويلة لما تخرجوا النساهم نساء محتجبات عن نساء فكيف تظهرونهم للرجال ومدري بايش من أسلوب فكروا في اختصار المسافة حتى سننا نسمع بمزاحمة الآن بعض البنات العذارة من بعض أسر الوادي للظهور على النساء في مجامعهم وفيهم من فكرت تقوم بالزفين بين النساء وهي بنت عذرة هذا التدني جاء نتيجة نتيجة انقطاع نتيجة انحجاب عن الاتباع نتيجة تحسين ما ليس بحسن وتزيين ما هو قبيح عند عالم السر والعلن وفي ميزان المصطفى جد الحسن صلى الله عليه وسلم وهل يجتهدون على بناتنا هكذا وأمهاتهم يضحكن وآباهم يضحكون ويخنون الأمانة في بناتنا ونحن نضحك لهم وإلى أين يصلون وإلى أين يصلون بنا وفي بناتنا لمصلحة من يحصل هذا التصرف ويحصل هذا النزول والسقوط ومن تساهل بالآداب عوقب بحرمان السنن ومن تساهل بالسنن عوقب بحرمان الفرايض ومن تساهل بالفرايض خشية عليه سوء الخاتمة لقد ينزع الإيمان كله من قلبه لمصلحة من هذا التبلبل والتساهل والاستخفاف بالآداب ثم بالسنن ثم بالواجبات ثم بالمحرمات استخفوا وبما هو حرام المصلحة من تجي هذه العادات الخبيثة يمسك الزوج يد زوجته أمام حفل من النساء من أين جاءت؟ كيف رتبت؟ كان عند فاطمة؟ أو كان عند حد من أمهات المؤمنين؟ أو كان عند الصحابيات أو التابعيات من أين جاء؟ ما نعرف هويتنا من نحن؟ من نحن؟ في تبعية من؟ شرار خلق الله في الأرض نستتبع لهم مجاناً فمن نحن إذن؟ ما لنا هوية؟ ما لنا ديانة؟ ما لنا مبدأ؟ ما لنا مرجعية؟ أو تصورنا عن دين الله منهجه أن نوع من اللعبة أو الديكور تجي في المسجد وتصلي وتأخذ البادك وباقي الحياة إلعبها كما تشاء ومكن أعداؤه يلعبون بأسرتك هذا الدين الله؟ أو هكذا هو منهج الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما دام لهم قلوب تستحسن حكم غيرك لا إيمان ما هو ديكور الإسلام ما هو صورة ولا شكل ولا مظهر ما هو دعاية الإسلام تسلم قلبك ونفسك وعقلك وفكرك لمن خلق لمن أوجد وهو له الحق فيك أما تنحط وتسلم نفسك لهواء تسلم نفسك لفسك على ظهر الأرض ما هذا الإسلام ما هذا الإسلام رضي الله عنه صاحبة العقل الذي وعاء ملكة سباب القيس جاءت وراءة الحجة وظهر لها منار الحق قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين لا أغوها ملك ولا قوة من وراها قالوا نحن ألو قوة وألوباس شديد عن واقع يتكلمون أما اليوم يغتر من يغتر لأن أبواق الإعلام تقول عنه كذا وواقعه ماشمة أن في بعض مقابلة بعض المسلمين لليهود ينشرون في الإذاعات انتصرنا ودخلنا وألوبا اليوم طائراتنا عملت كذا وصلحت كذا وبعد أيام يظهر أن كله كذب من أول إلى آخر وأنكس جاتهم روحوا كذا هذه نتيجة حتمية للإنقطاع عن الله هذه نتيجة حتمية لقطع الحبل عن الاتصال بمحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصيرنا هكذا بأمثال هذه الصور ويمنون الناس تنكروا لربكم تنكروا لنبيكم بيتحسن حالكم وبترس وتوسع أرزاقكم كذبوا وبالأمان يخربطوهم ولا جابوا لهم لا أرزاق حسية ولا معنوية ولو جاءوا لهم بما في الدنيا كلها ما ساوى ضياع سنة من السنن ما ساوى ضياع سنة من السنن والله سنة محمد أغلى من الأرض بما فيها وستذهب الأرض بما فيها وتبقى سنة محمد ويبقى عز أصحابها ونعيم أصحابها وما يستثمرونه من عمل السنة الواحدة في ساعة من ساعات أعمارهم مخلصين لله مقبولين عند الله سيبقى نعيم هذه السنة ولذتها بلا انقطاع أبد الآبدين فما يساوي ما في الأرض سنة سيد المرسلين لما نغالط أنفسنا لما نضحك على أنفسنا وعلى عقولنا وما أوتينا السمع والبصر إلا لنعرف عظمة الأكبر ومن خير البشر صلوات ربه والسلام فنحن خلقنا لنؤمن بالله والرسول ولنعظم الله والرسول ولنطلب رضى الله والرسول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إن كانوا مؤمنين تحققوا بحقائق الإيمان أنتم فوق هذا فوق تحصنكم من أن تستسلموا وتسلموا لما خالف شرع جاء بأي صورة كانت من ذا أو من ذا ولو على لسان مسلم ربما مسلم يصلي ويأتي على لسانه إبعاد وإبطال وإزالة أدب من الأداب سنة من السنن وإحلال مكانها خلق لئين أو عادة قبيحة ويل له ولمن اتبع ويل له ولمن اتبع وليس غياب السنن والأداب بأمر هي في العمة ولو عقلوا لأدركوا حقيقة أن دخول أعدائهم عليهم لأخذ ثرواتهم الحسية أو لامتلاك أراضيهم أو لإعلان تسلطهم فيها نتيجة لهذا وثمرة له وعاقبة له ذاك الأصل ذاك الأصل نهبهم للعاداب نهبهم للسنن والأخلاق هو الأصل بعد أن يتعجب يدخلون ديارنا أو يأتون بأنفسهم أو بجندهم أو بطائراتهم أو ينهبون الثروات الحسية في أراضينا تتعجب من إيش قد أعطيتهم ما هو أغلى قد بدلت لهم ما هو أبقى قد قطعوا وصلتك بالدرجات العلاء قد حرفوك عن خير الملاء إيش باقي الأرض بل أن بتجيش شجاعتك وأش رأينا منذ الشجاعة في مثل هذه المستويات والمهاوي شرأينا غير البلابل تطوير كلام متعريضه وبعدين تنتهي الخيوط ذات بعده وذات بعدك وإن أهل الله أين أنصار محمد لشرح الله صدورهم للإسلام ما يخطون إلا حيث خطأ نبيهم ما يمشون إلا حيث مشاء نبيهم أمره مقدم على كل أمر ولا شيء يساوي عندهم صيلتهم به كائنة ما كانت رأى رسوخ هذه المعاني في قلوبه بكاء وأخذته الرقة لما رأى وجه وتصرف سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه في وقت دخول أبيه وكان أبوه لما كان وكلمة بين المشركين وبين قريش نافذة فيهم ولو منزلة والرجل ذو عقل فقالوا له تعال وكان مصلح له في الأرض سبعة أصنام يعبدهن ويقول الثامن أو ربه في السماء قالوا له محمد يعيب علينا عبادة الأصنام وهي حط من شان آلهتنا فنريدك تتخاطب معه وتتكلم يقف عن هذا ورتبوا معه وجاء وجلسوا جماعة من مشركين قريب من المكان الذي فيه النبي واصحبه دخل سيدنا حسين سيدنا عمران ولده جالس في المجلس لما دخل وكان شايب قال النبي أوسع له تتكلم مع النبي محمد أن قومش يقولون قال له كم لك من آل هنج قال عندي سبعة واحد في السماء قال له إذا أصبتك مصيبة ونزلت بكشدة تدعو من تدعو الذي في السماء قال فإذا كنت في البحر وهاجت عليك تدعو من قال الذي في السماء قال فإذا لك حاجة وأردت حصولها تدعو من قال الذي في السماء قال فهو إله هو هذا إله كريب في السماء قال لذي تتركه من أجل هذا فأخذي وخاطفه قال قال إن لي قوم يقول له النبي أسلم قال ورلي قوم فما أقول قال أقول اللهم أرشدني للتي هي أقوم وهدني لما هو الحق عندك جلس يقول ذا الدعاء فما هي إلا لحظات قال لهم تدعو أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام سيدنا عمراء بالحزن قبل أبوه وأكب عليه وكان نبي قالوا لرسول الله ما لك قال دخل أبوه كان مشرك ما التفت إليه ولا قام له فلما أسلم اهتزقهم من محله وأعطى أباه حقه فأخذتني الرقة جماعة خرج بوجه ثاني جابوه راحوا تفرقوا عنه وقالوا ما ينفع هذا في الكلام المخاطبة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم أبوه ولكن كان عنده لأبي الأكبر يرى أباه محمد وما أخذه شيء من معنى الإجلال والإكرام إلا لما أكرم بالإسلام فإن كان على قدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسيء إلى والده ولا يقصر في حق من حقوقه لكن ما اهتزى لإكرامه وتعظيمه إلا لما دخل نور الإيمان في قلبه عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهكذا أخذوا هذه الحقائق وارتبطوا بخير الخلايق فكانوا هم من خيار الخلايق فكانوا هم من خيار الخلايق عسى ثبات على طريقهم وعسى حشر في القيامة في فريقهم اللي بيذهب كل من على ظهر الأرض أهل الحق والهدى اللي أنعم الله عليهم بشرح صدورهم للإسلام المولعين بذكر الله ويذهب المولعين بالشهوات والمولعين بالبطالات والمولعين بالظلم والاعتداءات والمولعين بالكراسي والسلطات كلهم سيذهبون كلهم سيذهبون لن يبقى منهم أحد لكن أرض المحكمة سنجتمع عليها والحكم لله العلي الكبير وسيندم الكل إلا من تابع خير الرسل إلا من قام بوجه الحق سيذهبون وسيتلاشون أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات ما يغركم فيها ما لها ثبات ما لها ثبات الثبات للكلم الطيب ألم تر كيف أضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للنأس لعلهم يتذكرون كل كلامهم المخالف للشريعة كلام خبيث ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا من يفعل ما يشاء اجعلنا في من شئت تسعدهم اجعلنا في من شئت تتولاهم اجعلنا في من شئت ترتضيهم لك لا لغيرك يا رب لا ترمي بنا لسواك لا تهوي بنا إلى من عداك اجعل اعتمادنا عليك واستنادنا إليك نعيش عبيدا لك محظى عبيد نسلم لك حق الإسلام نؤمن بك تمام الإيمان ونرقى في مراق الإحسان ونرتقي في العرفان والمراتب التدان بما أنت أهله يا منان اكرمنا والحاضرين اكرمنا والسامعين اكرمنا والمحبين اكرمنا وناصر الحق في كل مكان واخذوا الأهل الباطل والزيغ والضلال وانشروا الهداية واجعلنا من أسبابها في البرية وادفعنا وعن الأمة كل أذية احفظ يمنا وشامنا وشرقنا وغربنا يا رب المشارق والمغارب ومرسل حبيبك إلى أهل المشارق والمغارب انظر إلينا نظرة تكشب بها عنا البلايا والمصائب والشدائد والمصاعب وكل واحد من هؤلاء اجعله موفيا بعهدك قائما بحق العبودية لك مسلما لك في أقواله وأفعاله ومقاصده ونياته ولباسه ونومه ويقظته وأكله وشربه ومعاملته معا أهله ومع جيرانه ومع أصحابه حققنا بحقائق الإسلام جملنا بجمال الإسلام زينا بزينة الإسلام رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سور رب استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا وفيك أملنا طويل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا رب يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى الموذين واختم بأحسن ختام إذا دنى الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر